ادراج التاريخ والوقت مثلا ادراج مربع نص في الكتب الادارية عادة يخلون بيها المكان التاريخ مثلا نقول التاريخ والوقت في حال انه دعني عندي وصل مثلا او كتاب اداري اقدر اضيف التاريخ بشكل اوتوماتيك يعني يكون هذا قالب التاريخ رح يتغير بشكل اوتوماتيك يعني مثلا لمن اجي اروح على ادراج والتاريخ الوقت واختار تنسيق من هذن التنسيقات ووليكن طبعا ووليكن هذا التنسيق ويفضل هنا نختار الامر تحديث تلقائي هذا الامر شنو فائدته فائدت هذا الامر هو انه لمن افتح المستند باتشر يعني مثلا اليوم القى 16 12 افتح باتشر القى 17 12 وهكذا يبقى البرنامج يحدث لي التاريخ اللي ينضاف بهذا المكان بشكل تلقائي وبشكل اوتوماتيك يعني مثلا هنا 16 طبعا هو يستند على تاريخ الكمبيوتر 16 ممكن باتشر رح يكون 17 ويتغير لي وهكذا طبعا اقدر اضيف وقت مثل ما اتعلمنا التاريخ والوقت اختار التاريخ والوقت وممكن نختار مثلا الوقت وليكن هذا الوقت اهنا الوقت اللي هو ساعة 48 دقيقة 39 ثانية ممكن واحد يسأل يقول اطباع الانطباع ليش اتعب نفسي واضيف التاريخ والوقت طبعا فائلة الاضافة انه البرنامج رح يحدث لي الوقت والتاريخ بشكل تلقائي يوميا وبعد ما يحتاجاني اغير بالتاريخ ولا بالوقت هذا في ما يخص الوقت والتاريخ موسيقى